طيب الشيف بقى يوسف عمل لنا النهاردة ايه ببنزلت بقى نحن دخلين على السنة جديدة وكلام ده بقى عجمه مميزين وكل جمهور تعمل بيوت بخير ان شاء الله النهاردة وزينة لقى وزينة لقى وزينة وبتعمل بيوت وإحنا اخوات برضو احنا اخوات طبعا طبعا النهاردة هنعمل البط بالبرتقان طبعا الآن السنة اغلبية بيكون في عزمات وكده وما فيش يعني ست العزمات كل دها البط مش كله ديك كرومي ومش كله بتاع بيبقى البطة ديه الاساس البطة مميزة في المنسبات او في العزمات بالزيت ايه نهارة ان شاء الله هنعمل بط بالبرتقان ورز بالبرتقان عشان الموضوع يبقى متناسق معاك كله بالبرتقان النهاردة اهو عامل اساسي عندي هنا البرتقان النهاردة ايه وهنحلي بيكاستر بطريقة سهلة وخفيفة جدا ان شاء الله نعملها مع بعض خلاص وانا هسألك على اسرارك واهم حاجة اختيار البطة بطة اللي لحمها ما يبقاش لينا ساير كده اختيار بطة ده مهم جدا مهم جدا انا متفقة معاك يعني ودايما ببدأ فقرتي في طعم البيوت من داخل المطبخ معايا النهاردة الشيف يوسف خالد يوسف احنا رحبنا بيك وقلنا لك هتبقى معنا طول الحلقة شوفت بقى النهاردة يوسف عمل لنا حاجة يعني مخصوصة علشان احنا بنحتفل بالعام الجديد كل سنة وانتوا طيبين عمل لنا كله بالبرتقان يعني عندنا بطة انا شايف ان انت عمل لها حش وكثير اغري البرتقان بصوا يا سيزا اسمي اللي احمد رحي حركة في كده طريقة اللي انا ساوي بها البطة عموما اي نهاردة عامنين اسهل طريقة واضمن طريقة اي ازاي سلقة ته اوكي سلقة كويسة وامطعم المياه بتاعتها بزبدة واللي عندي موجود من التوابل اللي اطرية ورزماري كل الكلام ده كله وطلعتها نشفتها كويس جدا تمام عشان خاطر برضو ابعد عن حاجات كتير ممكن تفشل في الخطوة بتاعتي في الوصفة بتاعتي اوكي وقشر البرتقان نفسه كمان مدخله من جوه مع المريني يعني بشرة البرتقانية اوكي قشره في المريني والبرتقان نفسه متقطع وجوه البطاية الله عليك ما انا شايف انت عامل شغل دي مدقوي جوه البطاية وشايف كمان قبل ما دخلتها الفرن انت انت عامل الارضية فيها شغل اه بالزبط كده ايه بقى الجرنين اللي تحت البوكيجرين ده طول ما هي في الفرن فيها نار بتاخد سواك طول ما هي بتديلي ريحة غير الطعم كده كده خلاص اللي طعمت بيها تديني ريحة وطعم ونكهات كتير جدا وكله بص يا بقى اللي خمس دقائق البطاية في الفرن لحيطة بدأت تظهر بدأت الريحة تظهر دحقيقة اه يعني مش قادر اقول لكم مع الكسر الاتنين كده مع بعضة عاملين جوه كده اللي هو اللي حتى يعني لازم نجوع يعني ده الرز التاني ببرتقان ايه بقى موضوع الرز بالبرتقان ايه عشان بط برتقان فلازم نعمل رز بالبرتقان يعني ايه يعني يليقوا مع بعض يعني لقوماتش مع بعض جدا 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 جبت البصلية شوحتها مع شوية الزبدة ومع سنة زيت هنا بحط شكركم اكتر باعتمد على عصير البرتقان وبشرة البرتقان بشوح البصل مفروم مع اشرب برتقان تمام بس كده اه يعني انت الاول زبدة وبعدين حطيت وزيت ايوة وبعدين حطيت البصل المفشور تمام وقشر البرتقان وقشر البرتقان اه اوكي وبعد طبعا برضو هول اللمون بتاعي والقرفة ببعت الخشب ايوة وخدت سخنة بتاعيتها نزلت بعصير الطماطم بعصير البرتقان ايوة والرز تمام لناخد تشويحة معاه لا ده محتاج لازم نعرف طعمه ايه ده تمام ده حاجة جديدة انا ما عملتش عمري وتقريبا ما مكلتش رز بالبرتقان ان شاء الله هناخده نهارده مع بعض لا البرتقان نهارده يعني عامل اساسي نهارده اه اه مكتسح يعني الكاستر الكاستر بعد الدزورت او الحلو اللي معاني اه معلقتين كاستر ليه ممتنى ممكن يبوز من الكاستر سهل جدا 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 اه وبيبطعمه كويس جدا ويحتو كويسة جدا يبقى مش ممتنع سهل بس سهل بس طي ايه بقى الكاستر بجيب يعني على كل نص كو لبن كيو لبن على البارد مش على السخن بربط كل ده على البارد الاول ايو وازبط سمكه على السخن جبت نص الكيلو لبن بتتعليه معلقتين بودر كاستر واربع معالق سكر كبار ومعلاقة النشا ودربطهم كويس ونزلتهم على النار اهو سنة سنة حد بربط معايا هو كده ربط انا عايز سمك ازاد من كده هاسبها كفاية كده اشار مع النار اشارها من النار انا كده اخذ سمك بتاعي بس خلي بالك اللي عرفوا ان الكاستر بيتقل كمان بعد ما تشيله من النار بيتقل السمك بتاعه لازم اي حاجة ده زي الروز بلبن اي زي الروز بلبن فانا برضو ما خليش سمك بتاعي اللي هو تيل قوي لما يطلع هيجمد قوي زي البشامي اللي بيعمل كده اي لبن بيخش النار معايا حاجة بتربط زي الديق او النشا لازم يعمل كده تمام فانا اعمل حسابي انه حيتقل حيبقى سمكو اتقل من كده طبعا تمام وطبعا بيسيبه يبرد خلص وعدين احطه بقى في اللي تلك ابدا بقى اجرنج براحتي لما ايه ده ويبرد شوية بايه بقى اي حاجة عندي بالمانجا بالفواكي بالشوكولاتات ممكن موز بالكريز بموز اي حاجة اللي موجودة عندي يقدر اجرنج بيه اجرنج بيه ده لو حاجات جرنجة خارجية من فوق اي واضرب العصير لو انا حط مثلا منجا اعملها عصير واضربها معاها واقلبها تعمل منجا عصير لو عايز اعملها بالمنجا اه اوكي تمام اجيب المنجا واضحها واضربها في الخلاط وصبها دلوقتي كده بعد ان تبرد شوية ويقص فسائل قبل ما اجرنج كده اصبها في الكساب بتاعتي او البولة واجرنج بقى من فوق اللي فكرة حلوة دي موضوع المنجا فيه افكار كتير انا عندي النهار ده مجرنج لا انت عامل بقى يعني حاجات بقى رسنا والاطفال يحبوه كده يعني الحاجات دي هتحط طبعا بعد ما يبرد على الطبق عبدالرس عبدالرس عليها حاجة دي تمام تحطوا في اللباء التقديم كمان اللباء التقديم كسات اي حاجة عليك عندي اوكي شربة البطة دي احنا مش كل يوم بنعمل بط صح؟ اه طبعا شربة البطة دي بقى لازم تايما كان عليها رؤاء يعني احنا كنا محجين نهار دا صمناية رؤاء شفت بقى انا عامل نهو دا الرز بتاعم نشرب بشربة البطة برضو لا الرز حلو كل حاجة طبعا ايه شربة البطة ممكن نستخدمها في اي تاني في الرز في الجلاج اي حاجة بدل ما جيب مرأة ومية حدها دي اي دي طعم كواس جدا تمام هذه النهار دا ما خرجناش بره الطعم اي يعني الرز برطوان بط برطوان ما لعبناش ما اخرجناش بره الطعم لا بالعكس طعم كله بيأكد بعضه بالظلط طيب بص احنا هنسيبك وحنبقى معاك برضو عشان عادي نشوف البطة مهمة قوي نشوف وعا تتحارق عادي نشوف البطة بعد ما تطلع من الفرن واختيار البطة على فكرة مهمة قوي طبعا لا اختيار عموما الطيور اختيار اللحمة وهي هي دي اساس اي اكلة حلوة وبعد كده بقى سهلة اي حاجة اهم حاجة من اهم الوصفة والمقادير وكل حاجة خالص اضافة الطيور بالظلط البطة لا واللحمة بتاعها ان هو يبقى مش منستر لا مش منستر ده بيطلع برضو من ايه من الغزيل انت ممكن تحطيليه دقيق وتشتفيه حقيقي انا هارجعلك النقطة دي ان لو انا جبت حاجة واكتشفت ان هي لأ يعني مش اللحمة بتاعيتها مش طرية او مش بتوقتهم ويه لسه جاية حلها ازاي معا انا بكلم على كده انا اختار ازاي البطة الفرش او الفرخ الفرش بس هنرجع لها الموضوع ده اختيار الحاجة مهمة او خصوصا اللحوم والطيور اهلا بكم معنا زي ما احنا متعودين في اختام حلقتنا بنشوف الشاف يوسف خالد معنا عمل ايه والبطاية اللي اختفت مع التزويع الجميل ده وبرحب بزميلتي الغالية دعاية المجيز اهلا اهلا وانا واقفة مختارة البطاية واقفة قدام البطاية اما نعرف ان انت قلت لي هتوقفة قدام البطاية لا والله ده انا مش شقة جدا جدا اشوف الرز البرتقان ده طب نقول لنا بقى سريعا انت عملتنا ايه النهاردة رز برتقان مقديري النهاردة بصل رز بسمتي برتقان طبعا دعم الاساسي جبت الحلة وحطت فيها حتة زبدة مع شوية زيت وشوحت مع عمل بصلاية مع اشرة برتقان واشرة جزر شكله مبهج حيث ان هو بيتحك لنا يعني لا لا ورحته بين طيب وقلت لي حاجة مهمة في غسيل البط ايه بقى هنتحكي هنتكلم فيها بعدين بالتفصيل تمام خلاص بس مدور رز اوكي لسه رز اه بشوحت خلاص مع البصلاية الاشرة بتاعه مع الجزر تمام وبعد كده نزلت بعصير البرتقان مع الرز وكملت شوحتهم وسأيتم خلاص بالمرأة الدجاج تسلم ايديك تسلم ايديك واللعب على البطة البطة بس بهنيك الاول على الكسر والجرنيشن يعني حدا يعني حلوة او تفسح النفس شفت السهل السهل دي لا هو مصر الممتنع مع ان الكسر ده من اسأل انا بعمله جدا انا بعمله لو انت استاذة يا دعاء كويسة جدا في الجيلي برضو ايه انت استاذ اولي بقى هنا اهم حاجة غسيله اهم من طريقته ومن مقاديره من غسيل بتاعه انا لو ما نضفتوهش كويس هيضيع لي حتى بعد السوى ريحته هتبقى زي الفراخ يعني اهم حاجة احنا بنشكر يوسف خالد يعني لانه طبعا خلاص الوقت الفقرة بتاعتنا انتهت دعاء معاكي جي وقت المايك ايه جي وقت الفقرة انتهت وجي وقت التزوق لا بس مش محتاج دين يعني ندوء باين على الاكل من شكله بنشكرك بشكر كل زميلي كل سنة وانتو طيبين جميعا بشكركم مشاهدينا بشكر كل الناس يا رب تكونوا دايما فأتم نصحها وسعادة راح اتبال كل الامنيات الجميلة ليكم شكرا وإلى اللقاء